جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا لأول مرة عقد اجتماعهم خارج حدود تكاتول. هنا في العاصمة الأوكرانية كييف التفى هؤلاء المسؤولون حول هذه الطاولة للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني. المجتمعون أرادوا توجيه رسالة إلى روسيا مفادها عزم التكاتول على الوقوف إلى جانب أوكرانيا. اليوم وعلى الصعيدين الدبلوماسي والسياسي ننظر في كيفية الدعم الذي يمكن تقديمه لأوكرانيا كما هو مخطط له في قمة فونيس. سنعمل مع مصنعين لتوفير الأمن لهذا البلد. نحن نفهم جيدا ما تمر به أوكرانيا لأننا مررنا بتجربة مماثلة في التسعينات. لهذا السبب يمكننا تقديم المساعدة في العديد من المجالات. هذا الدعم المقدم من التكاتل الأوروبي لكيف لقيت ترحيبا من قبل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حيث وصف اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة الأوكرانية بالتاريخي. إنه حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يشمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده. خارج حدود الاتحاد الأوروبي لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي. يأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا في ظل الحرب مع روسيا التي باتت في شهرها العشرين. ويأتي أيضا بضغط من الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي لتسريع دمام كييف إلى التكتل كردا على العمليات العسكرية الروسية.